يأتي هذا فيما أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية مواجها الشكر لرئيس الجمهورية على أن يتم إطلاق هذه الاستراتيجية جذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الوزراء وأشار جبري لأن هذه الاستراتيجية ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية